للنقاش ينضم إلينا من القاهرة سيد مرق السويرس المحامي والمحلل السياسي أهلا وسهلا وأيضا من القاهرة ينضم إلينا سيد نادر شكري الكاتب الصحفي والخبيف الشؤون القطية أهلا وسهلا بكم سيد نادر شكري كما استمعنا في التقرير هناك الصوتين أو الرأيين وهناك الخطاب الرسمي للدولة والخطاب الرسمي للكنيسة استمعنا لتصريحات الرئيس المصري الذي حدد المنفذ طبعا مكان الانفجار وظروفه والخطاب الرسمي للكنيسة الذي قال فيه بابا الإسكندرية البابا توادروس الثاني أنه عزاؤنا في اهتمام الدولة وتكريم هؤلاء الشهداء كما قال ندعو الله أن يحفظ بلادنا ووحدتنا الوطنية من كل الشر الخطاب الرسمي للكنيسة واضح وخطاب الدولة واضح ما الذي يجعل الحالة العام لمعظم الأقباط المسيحيين منذ الأمس وحتى هذه اليوم منافي للخطاب الرسمي للكنيسة الحقيقة أنه ده بيجي نتيجة تراقم لأخطاء ماضية بيدفع تمانها اللقباط للأسف أنه لو انتابع أحداث كنيسة القدسيني اللي وقعت في 2011 أنه حتى الآن لم يقدم الجنية للتحقيق بل هناك قضية رسمية من جانب الكنيسة نفسها ضد الحكومة أو ضد وزارة الداخلية بالتحديد لتقديم التحريات حوالي الحادث إلى النيابة وحتى الآن لم تقدم هذه التحريات أيضا نتيجة الأحداث المتتالية التي وقعت في الفترة الأخيرة في محافظة المينيا وبعض المحافظات أخرها في قرية النغميش بي سوهاج وأيضا خروج الجنام وعدم معقبتهم كنا اليوم تم إخلاء سبيل الجميع المتهمين في أحداث قرية النغميش هذا جعل أو هذا الثقة لدي العديد وبتحديد قطاع الشباب اتجاه المسؤولين في الدولة أو الحكومة نحو اتجاه خطوات إيجابية وتذكروا أيضا أنه عاقب أحداث كنيسة القديسين تم الإعلان عن الجاني الحقيقي تم القبض عليه ثم بعد ذلك ثبت عدم تورطه في هذه الأحداث وبالتالي الموقف المتتالي في الأحداث أن هناك أيضا جماعات متطرفة في القاهرة سواء تمثلها جماعة الإخوان المسلمين أو السلفيين باستهداف الأقباط وأيضا الخطابات التحريدية والتكفارية وعدم اتخاذ إجراء في هذا الأمر أعاد للأقباط أن السياسات القديمة اتجاه قضايا الأقباط لن تتغير لو لم يتم معالجتها بشكل واضح وأن هناك نوع من الخطاب التهديئي الذي يتم في جوانب كثيرة يروا أن الكنيسة تتخذ موقف التهديئة بطبيعتها كمؤسسة دينية ولكن هما يروا أن الخطوات الفعلية على الأرض ما زالت تنقصها ما زالت هناك العديد من القوانين لم يتم تنفيذها بشكل واضح وبالتحديد في معاقبة الجناف الأحداث التأثية التي يتعرض لها اللقباط والاستهداف المستمر للكنائس خلينا حضرتك بس نقف عند هذه النقطة قبل أن نتحول إلى القوانين وسنها أستاذ مرقص ما رأي حضرتك فيما استمعنا إليه حتى هذه اللحظة أولا بنعز أنفسنا طبعا في وفاة شهدائنا وبنعز كل المصريين بكل أسر الشهداء دي من ناحية من ناحية تانية حضرتك قلتي كل الأقباط فهي بس إحنا ما بنحبش أن إحنا في قضايا من هذا النوع نعمم بشكل أنا قلت أن كثير من أصوات الأقباط مغايرة للصوت الرسمي للكنيسة القبطية أنا قلت كل الأقباط خالص هنقول كثير من الأقباط كلهم مكلومين في هذا الحدث مثل أي مصري على أرض مصر أو حتى برى أرض مصر كمان يعيش حياة إنسانية يعني تعتبر حياة معتادلة يعني بدون تطرف لكن الوجع لنا كلنا لكن اللي غاضب واللي رافض البيانات الرسمية برضو مش هنقول قليلين ولكن في بعض الشباب اللي رافضين ده ده أسبابه كتيرة لترقومات نعم نحن استمعنا إلى أسباب الغاضبين أنا أسأل حضرتك عن الرأي المغاير عن وجهة النظر المغاير العكس رواجة النظر البغايرة أنا أقدر أقول لك إن دي حاجة بتحصل أول مرة في تاريخ الأباط إنه يتم الحداد تلت أيام على شهداء ما حصلتش قبل كده إنه هو الدولة تعمل ثلاثة أيام حداد إن الرئيس يحضر جنازة رسمية كان كبير وقوي يبعت وزير للكنيسة أو ما إلى ذلك لكن يحضر الجنازة بنفسه وتكون جنازة رسمية شعبية بشكل محترم إن الجناه على حسب رواية الرئاسة والبيان الرئاسي كمان يطلع بسرعة بشكل محترم ويقول إن هؤلاء شهداء وكتير من الناس كانوا يعني متوجسين إنه دايما يتقال على أباط دايما في حوادثهم أنهم ضحايا وأنهم قتلوا وكانوا يبعدوا عن لقب شهداء ولكن إحنا لقينا النهاردة إن الرئاسة ابتدت تقول إن هم شهداء ده من أول يوم القنوات المصرية زي ما قلت لحضرتك الحضور السيد الرئيس في الجنازة الرسمية ورجال الدولة بكافة أشكالهم هو ده يمكن الناس اللي شايفها إنه المرة دي مختلفة عن المرة اللي فاتت والاهتمام الكامل حتى فيه ناس بتقولك هيشمعنا المرة دي اللي عاملين فيها كده مع إنه فيه مرات قبل كده وكانت حوادث زي حادث القديسين ما كانش كده فأعتقد إن الرأي الآخر شاف إنه ده شيء إيجابي لم يحدث للأقباط من قبل وإن كان الحادث أليم لنا كلنا نعم سيد نادر بوجهة النظر المغيرة التي ترى أن هناك تغيرا حدث ترى أن الدولة المصرية تتخذ من الإجراءات والخطاب الرسمي السياسي ما كان يغير ما قبل وهناك رصد على موقع بي بي سي العربية له علاقة بأبرز الأحداث التي ربما استهدفت الأقباط المسيحيين في مصر من أيام أحداث الخنكة 72 وحتى أحداث مسبيرو 2011 يوليو 2013 قتل مبابة 2011 وما إلى ذلك وصولا إلى ما جرى في صعيد هذا العام وما إلى آخره لكن هناك أيضا القوانين التي تستن خصوصا للأقباط من بينها القوانين المنظمة لبناء الكنائس ألا يعتبر ذلك والتي طبعا أقرها مجلس الشعب هذا العام في يوليو ألا في أغسطس على ما أتذكر ألا تعتقد أن ذلك توجه من الدولة المصرية ما رأيك في هذه القوانين بكل تأكيد أن هناك زي ما قالي الأستاذ مورقصة يعني ما حدش يختلف على الموقف المغير للدولة في معالجة هذا الحادث الإرهابي والعلان الحداد وتنظيم جنازة عسكرية للشهداء في أكبر حادث وقع للكنيسة المصرية بتفجير من داخل الكنيسة المصرية فبكل تأكيد نحن يعني الكل نختلف يعني نرى في نقطة واحدة أن هناك محاولة لكسر التحالف الذي وقع في 30 يونيو ما بين الأجباط ولهما كان أساس في دعم هذه الثورة فهذه العمليات هدفها بالجانب الأول كسر هذا التحالف وهذا العلاقة ما بين النظام الحالي وما بين الأجباط لأن الأجباط هم من أكثر المؤيدين للنظام وسياساته بالتأكيد أن القانون بناء الكنيسة الذي صدر بعد سنوات طويلة كان خطوة جيدة في تغيير السياسات والاعتراف أيضا بواقع الكنيسة المصرية وإن كان هناك اختلافات أيضا على نصوص وبعض مواد القانون ولكن الكل رأى أن القوانين لا تأتي بشكل إيجابي 100% وأن هناك تعديلات قادمة لكن هناك خطوات تنقصنا في هذا الأمر أن رغم صدور القانون منذ 3 شهور وفي مادة خاصة بتقنين الكنيس لكن حتى الآن لم تشكل اللجنة الوزرية من مجلس الوزراء لنظر في تقنين الكنيس ونحن هناك لدينا 70% على الأقل من الكنيس لم يتم تقنينهم وبالتالي القانون أعطى مهلة أن يتم التقنين خلال عام من صدور القانون وهذه إشكالية بالإضافة الفكرة في موضوع التطبيق نحن لدينا بعض الكنائس بالفعل لديها أوراق رسمية وتصرحات زي كنيسة نراجرجس في قرية حجازة قبلي في إنا ولكن حتى الآن غير قادرة على التنفيذ نتيجة وجود متشاددين من الجماعات الإخوانية والسلفية التي تتقف في هذا الأمر أيضا من قرية كوملوف وأيضا قرية النغنيج الرافدين لصلاة الأجباط في هذه القرى فلم يحدد القانون مادة العقوبات التي تطبق على هذه الجماعات المتشددة عندما تحتاج على حق المواطنين الأجباط في أن يمارسوا حقهم الطبيعي في الشعائر الدينية مع أن هناك بالفعل سياسة ونية من جانب الدولة لتعديل السياسات التي زراحها طيار المتطرف على مدار 40 عام داخل الأوساط المصرية لكن يبقى فكرة تفعيل القانون هذا هو المطلب الأساسي أعتقد أن كل الأجباط يطلبوا به الأغلبية تؤيد وتقف وراء الرئيس السيسي لأن يعلمون أن هناك طيار يريد أن يسقاط مصر في أي وقت وبالتالي الأجباط هم من سيدفعون هذا السمم لكن ينقذنا فكرة تطبيق وتفعيل القانون سواء في بناء الكنيس سواء في معاقبة الجناء والمتشدين في الأحداث الطائفية المتطالية بس الأحداث الطائفية أستاذ مرقو السويرس حضرتك رجل قانون محامي وبالتالي في أي من هذه الحوادث التي ذكرت أنا أو في اسم الشخص المتهم الذي أعلن عنه الرئيس المصري اليوم تمت معاقبة الجناء وحضرتك بالتأكيد تابعت كل هذه القضايا سواء في أحداث الخانكة أو الزاوية الحمراء عام 1981 أو آخرها الذي وقع اليوم أو في أحداث يوليو أو في أحداث ماسبيرو هل لحضرتك أن تخبرنا عن معاقبة الجناء في أي من هذه الحوادث سواء بالقانون العقوبات يعني القانون الجنائي أو القوانين الإدارية المتعلقة بإنفاذ قانون بناء الكناس لا فعلا أنا معك تماما لما تم معاقبة أي أحد ويمكن هي دي المشكلة اللي حصلة النهاردة للدولة في إعلان الجاني لأن بسبب هذه الأحداث السابقة حصل أن الناس فعلا النهاردة مش مصدق أن ممكن يكون الجاني يعني تم القبض عليه وتحديد هويته في فترة وجيزة جدا وبهذه السرعة وبهذه الدقة ويجوز أن عندهم حق لأن دي برضو كانت من الحاجات اللي بتقرقنا في الماضي ولكن إحنا بنقول زي ما كنت بكلم من شوية أن هناك شيء جديد هناك عهد جديد في تطور في العلاقة ما بين الدولة والأجباط وإن كنت ما بحبش أعطي هذه المسميات لأن في الأول وفي الآخر المسيحيين هم يعني عنصر أساسي في الدولة المصرية الأقباط المسيحيين طبعا لأن الأقباط هو المصريين المصريين كلهم أقباط بالضبط الأقباط مسلمين ومسيحيين الأقباط المسيحيين أو الأقباط المسيحيين المصريين فيه فعلا تطور حاصل في الفترة دي لكن للأسف أن فيه في الفترات اللي فاتت ما عرفناش الجاني حتى الآن حتى مشكلة كنيسة القدسين حصل أن لما أعلنوا عن هوية الجاني وطلع أن كان نوع من أنواع التهداء فالناس بتربط دي بدي وهي دي المشكلة سمحوا لي يا سادة لو سمحتم أنا أعتذر أنه مقاطعة حضرتك لكن وردني الآن للتو أن القاس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثدوكسية في مصر إنما حدث في كنيسة البطرسية يعبر عن قصور أمني على الرغم من أنه ليس رجل أمن ليقيم ما حدث لكن وصول أحد الأشخاص والقيام بعملية تفجير يثبت وجود قصور أمني ما على حد تعبيره وأضاف حليم في لقاء خاص مع بي بي سي أن التحقيقات ستكشف ما تسبب في تلك الواقع هل تلمس أن هناك ضعفا في أداء الداخلية؟ أنا مش متابع أو أنا مش رجل أمني عشان أقدر أقول أن فيه قصور في حاجة كده أنا رجل دين فما أقدرش أن أنا أحكم لكن أقدر أقول دلوقتي أن فيه حاجة حصلت صعبة أن فيه حد فيه قصور أن فيه حد يدخل وفجر من جير ما يتمسك فيه قصور محتاج تحليل لي أو محتاج يعني فيه معناه إجابة على السؤال ده نحن ننتظر إجابة سيداع اللقاء كاملا مع زميل أكرم شعبان في برنامج بتوقيت مصر وموعيد إذاعة البرنامج سنوافع حضراتكم بها تباعا طبعا على شاشة بي بي سي العربية وعلى موقعنا على الإنترنت بي بي سي أرابيك دوت كوم ولإحداث التوازن الإعلامي والصحفي وللأمانة الصحفية كل ما أدعناه فيه تقريرنا السابق يبرز وجهات النظر المختلفة وأيضا في نقاشنا هذا أعود إلى ضيوفي قطعت حضرتك أستاذ مرقص أعتدر حضرتك كنت تتحدث عن المحاسبة الجنائية سواء بقانون العقوبات أو المحاسبة المجتمعية وكنا نتحدث عن أنه الصحيفة الجنائية لمن يعلن عن أسمائهم سواء كمشتبه بهم أو كضالعين في العمل الذي أعلن عنه وأيضا للتحقق من الصحيفة الجنائية لهؤلاء بالتأكيد سنقتفي ذلك ولكن الشخص الذي أعلن عنه اليوم كمنفذ لهذه العملية هو شخص مفترض أنه قضى في الحادث أليس كذلك أنا بس عايزة أضيف كمان على كلام حضرتك أن حتى المحاسبة الجنائية ما كانتش ضد أحداث اللي كانت ضد المسيحيين فقط ولكن التقصير في محاسبة الجناء كان في أحداث كتيرة ما بينها قتل ضباط الجيش والشرطة وما إلى ذلك كان فيه كمان أنا ما أفتكرش حد تحاكم من ساعة الأحداث أو أحداث 30 يونيو لغاية النهاردة سوى الراجل اللي حدث الولاد من فوق السطوع كان في الأسكندرية وحباره بعد أربع خمس سنين وهو ده القصور يعني أنا شاف أنه القصور ليس تجاه المسيحيين فقط ولكن قصور عام في قانون الإجراءات الجنائية وفي المحاسبة للمقصرين وحتى لو قلنا حتى فيه بعض التقصير الأمني فطب بعد ما بيجوا أمام القضاء وأمام النيابة ماذا يحدث يعني برضو فيه شيء لازم يتم إصلاحه في القانون الإجراءات الجنائية وأنا علمت أنه هو مجلس الشعب أو مجلس النواب دلوقتي بي في طريقه الإعداد أو تعديل قانون الإجراءات الجنائية لواكب الأحداث اللي إحنا فيها وصرعة الأحكام الجنائية أما بالنحية القانون المدني سوريا قانون بناء الكنائس فأنا أتفق تماما مع ما قاله الأخ نادر في أنه فعلا فيه قصور في بعض المواد ولكن هو دفع للأمام فيه دور بناء الكنائس وإن كانت فيها بعض العوارب فيه تنفيذ القانون وعلى فكرة دي مشكلة في كل القوانين وليس فيه قانون بناء الكنائس أستاذ نادر هل الخطاب الرسمي للكنيسة المصرية بحاجة إلى إعادة نظر يعني الخطاب قدست البابا هو رجل دين يعني بكل تأكيد هو رجل يدعو إلى السلام وتسامح وبالتالي فكرة الدخول في الإطار السياسي ونحن دائما نطالب بفكرة فصل الدين عن السياسة وكأن أجباطهم المواطنين مصريين هل الخطاب الرسمي للكنيسة المصرية كما نتحدث عن الخطاب الرسمي للأزهر مفصول عن السياسة بصراحة بما أننا نتحدث عن أرواح مواطنين يتم أزهاقها يعني هي دي المرحلة اللي نحن نطالب فيها من فترة طويلة فكرة أن الأجباط يصبحوا مواطنين مصريين وأن يكون هناك تمثيلهم من خلال وطنيتهم من خلال أنهم مواطنين وليس من خلال المؤسسات الدينية ولكن يعني أستاذة الفكرة أن ما يحدث للأجباط هو توارث لسنين طويلة بفكرة توظيف الدين في هذا الأمر بفكرة الدولة المصرية القديمة أنها تريد أن تضع الكنيسة في الصدارة وأن تكون هي المتحدث باسم الأجباط وبالتالي نحن نحصد سنوات طويلة من الترقومات ومن السياسات الخاطئة سواء في فكرة التعامل ما بين الدولة ما بين الكنيسة وأسواء ما بين التعامل على المستوى المواطني المتشردين اتجاه الأجباط لكن في النهاية هناك صوت قطي هناك شباب يرصد وينتقد ويتحدث وينطق بأوضاعه بشكل واضح كما نرى في كل الأمور ويروي تصحيح هذه السياسات الخاطئة يعني ما حدث في هذا الحادث الإرهابي بكل تأكيد هو الهدف منهم هو زعزعت النظام زعزعت الاستقرار مزعزعة في مبين الأطباط ومبين الدولة وتوصيل رسالة أن الأطباط لم يتغير شيء بالنسبة لهم ولكن النهاية هناك تغيير في لغة الخطاب السياسي لكن نحن نتمنى أن يصل هذا الأمر إلى الجانب الفعلي وأن يكون هناك تمثيل الأجباط في كافة المؤسسات وكافة أن يكون هناك رؤية لاتحدث لهم بشكل واضح كمواطنين شكرا جزيلا لضيفي السيد نادر شكري الكاتب الصحفي والخبيل في شؤون القبطية من القاهرة وشكرا جزيلا لأساد مرق السويرس المحامي والمحل السياسي من القاهرة أيضا شكرا جزيلا لكم